السلام عليكم أعزائي اليوم تتكلم عن الأغذية التي تساعدك على حرق الدهون بطريقة سريعة أول غذاء الماكرونة السوداء وهي مصنوعة من الفاسولة السوداء يوجد بها كاربوهيدرات قليل وفي نفس الوقت يوجد بها بروتين عالي وفي وقية واحدة يوجد بها 9.5 غرامات كاربوهيدرات و 9.5 غرامات بروتين و 5.5 غرامات ألياف وهذا النوع من الماكرونة يشارك بالشبع بعد أن تتناولها بعكس الماكرونة العادية والتي ستشارك بالجوع بعد وقت قصير بعد أن تتناولها الغذاء الثاني صدر الدجاج فهو منخفض جدا بالكاربوهيدرات وفي نفس الوقت غني جدا بالبروتين الغذاء الثالث الخضار المجمدة كثير من الناس يعتقدون بأن الخضار الطازج أفضل من الخضار المجمدة لأنها تحتوي على فيتامينات ومعاد مرتفعة يعني بشكل أكثر من المجمد ولكن هذا غير صحيح لأنه عندما تقطف هذه الخضار يتم تقطيعها وتجميدها مباشرة وهذا يجعلها أن تحافظ على الفيتامينات والمعادن الموجودة بها بشكل أفضل من الخضار الطازجة والتي يعني بعد وقت ستفقد من كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة بها إلا في حالة أكلها بعد قطفها مباشرة أو بوقت قصير الغذاء الرابع اللي هي الفاكهة المجمدة مثل الفراولة والتوت وهي منخفضة في الكاربوهيدرات وعند أكلها تساعدك على حرق الدهون بشكل سريع الغذاء الخامس الشوربة فهي تشعرك بالشبع لأنها مكونة أغلبها من الماء وبالتالي لا تستطيع الأكل كثيرا بعدها ولكن تجنب الشوربات التي تحتوي على دهون كثيرة ودسمة أفضل الشوربات التي تحتوي على الخضار ولحم الدجاج ولحم البقر أو الديكرومي أو الأسماك الغذاء السادس البيض بيضة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على 80 سعر حراري وعلى 6 غرامات بروتين و5 غرامات دهون وأكل البيض يشارك بالشبع أيضا الغذاء السابع التونة فهي منخفضة كابوهيدرات وغنية بالبروتين والدهون المفيدة الغذاء الثامن الشوفان فهو مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف وبمضادات الأكسيدة وهي تشارك بالشبع أيضا والشوفان مفيد بشكل خاص للاعبي كمال الأجسام الذين يرفعون الأوزان بسبب يعني لأنه رفع الأوزان والتدريبات تسبب في استنزاف مخزون الجليكوجين مما يتطلب تجديده في العضلات وإذا تناولت الشوفان مع الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم يعني سترفع من قيمة البروتين في هذه الوجبة الغذاء التاسع البطاطا أو البطاطس وهي مليئة بالنشويات والأغذية بشكل عام ولكن تناول كمية قليلة منها وأن تكون مصلوقة أو مشوية الغذاء العاشر السمك بعض الأسماك يكون لديها دهون أعلى من الأخرى مثل سمك السلمون مثلا فهو يحتوي على الدهون عالية ويوجد به كمية عالية ومركزة من أوميغا 3 ويوجد به بروتين عالي طبعا يوجد أنواع أخرى من الأسماك التي تحتوي على القليل من الكاربوهيدرات وتحتوي على بروتين مرتفع فيعني أنت تختار ما تحبه من هذه الأسماك الغذاء الحادي عشر الروبيان فهو غني بالبروتين ومنخفض في الكاربوهيدرات الغذاء الثاني عشر اللي هو البيف جيركي فهو غني بالبروتين ولكن يعني تجنب النوع الذي يحتوي على السكر أفضل نوع هو الطبيعي خالي من السكر يعني وجبة واحدة منه يحتوي على 13 غرام بروتين 2 غرام دهون وخالي من الكاربوهيدرات إذا أكلت الباكيت كاملا فيحتوي على 160 من السعرات الحرارية بينما يزودك ب 30 غرام بروتين وفقط 4.5 غرام دهون الغذاء الثالث عشر لحم البقر أفضل لحم بقر موجود فوق الفخذ من البقرة الجهة الخلفية من البقرة لأن هذا اللحم يحتوي على سعرات حرارية من خفضة وثمنه قليل يعني مقارنة باللحم من أماكن أخرى في البقرة ويحتوي طبعا 200 غرام من هذا اللحم على 160 سعر حراري وعلى 25 غرام بروتين وعلى 6 غرام دهون اللي هو هذا الموجود في خلف منطقة الخلفية من البقرة فوق الفخذ طبعا هسا الغذاء الرابع عشر الصلطة تناول الصلطة قبل تناول الوجبة الرئيسية لكي تشعرك بالشبع أو لكي لا تستطيع أكل الكثير بعدها تستطيع يعني عمل الصلطة من خضار متنوعة مثل السبانخ مثلا وخلطها مع خضار أخرى والصلطة تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن وهي منخفضة الكاربوهيدرات وتستطيع إضافة القليل من زيت الزيتون على الصلطة الغذاء الخامس عشر الزبادي الأيسلندي وهو شبيه بالزبادي اليوناني فكلاهما يحتوي على نسبة بروتين عالي ولكن الزبادي الأيسلندي يحتوي على أكثر بقليل من البروتينات مقارنة بالزبادي اليوناني وكلاهما يحتوي على كاربوهيدرات منخفض الغذاء السادس عشر الجبن البيضاء 200 غرام من هذه الجبنة يحتوي على 25 غرام بروتين وعلى 120 سعر حراري هذه الأغذية تساعدك على حرق الدهون وخاصة في الأماكن العنيدة في الجسم والنتيجة تكون سريعة جداً مع ممارسة الرياضة والتمرين إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الحلقة إذا استفدتم منها اضغطوا على زر الإعجاب واللي مش مشترك في القناة يشترك ليوصله كل جديد وإذا فيه أي سؤال يسألون على التعليقات شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته